أستاذ خير الله خير الله في الحقيقة في اليمن لدينا قراءات قلقة فهناك مأزق أخلاقي للأطراف المعادية للحوثي وانقلاب الحوثي والوجود الإيرادي في اليمن هناك مأزق أخلاقي من أن تكون العودة على ظهر دبابة إسرائيلية وبالتالي لا يحبذ أحد في اليمن أن تأتي إسرائيل لتقتل عبد الملك الحوثي أو لتنسف جماعة الحوثيين لكن في المقابل الحوثي قد أثخن في الجسد اليمني وفي الجراحات اليمنية ولم يبق له صديق وقد شتت اليمنيين في المنافي وفجر البيوت والمنازل وأنهى الحياة السياسية والإعلامية والديمقراطية والجمهورية تماما فاليمنيون أمام هكذا مأزق أتتوقع أنه سيكون المشهد القادم إذا أصر الحوثي أن يمضي على خطا حزب الله فهل أن إسرائيل كما دمرت جنوب لبنان يمكن أن تدمر مدن في اليمن أم أن ذلك بعيد عن التصور لا إسرائيل ممكن تدمر أماكن معينة في اليمن نشوف بس أضرارها تلحقها بالحديدة والمنشآت المفطية هنا هذه المنشآت يا سيدي هي ملك اليمنيين وليست ملك عبد الملك الحوثي ما هذا المشكلة يعني أن تكون السيناريو القادم في الهدن بأكملها أنت بتعتبر سمحني أنت بتعتبر أنه هذه ملك اليمن واليمنيين عبد الملك الحوثي يعتبر أن هذه كلها أملاكه وأنها حق إلهي يعني صنعه نفسه بعتبرها حق إلهي وهذا يعني يجب أن هو اللي يكون لها الإمام الجديد يعني نحن عم نحكي مع عقل مختلف لا بالسياسي ولا بالاقتصاد ولا بأي شيء من هذا الحضاري عم عقل أن الناس عندهم إديولوجية يعني ما هو المشروع الذي لدى الحوثي أصلا غير أنه يجيب أولاد يصل لهم دماغهم يعطيهم إصلاح ويطلقهم بالشارع ويقول لهم روحهم تحروا مهما يعني هذا وين المدرسة في دور المدرسة في البرنامج السياسي للحوثي هذا إذا كان هناك برنامج سياسي بالفعل يعني مأساة حقية نعيشه نحن حاليا وهذه يستأخذ اليمن إلى كارثة ولكن بالنسبة إلى الدخل الإسرائيلي والدبابة الإسرائيلية أنا لا أعتقد أن هذا وارد ما حداً بده يفوت على اليمن لا حداً بده يدخل على صنا أهل اليمن أدرى بشعابها أظن وعاجلاً أماجلاً أظن أنا عندي رأي شخصي أنه التركيبة اليمنية ستنتصر يعني لا يمكن حتى لو حصل كل هذه المصائب التي لحقت بالقبائل أظن أن في مرحلة معينة سيتكمكل المجتمع اليمني بما في ذلك المجتمع القبلي من أن ينهض وأن يفرض قياماً مختلفة عن قيام الهوثي أصلاً دالياً أماجلاً